اشتركوا في القناة من شخصيات الاحتلال الامريكي من العراقيين او ما يسمى بعراب الاحتلال هو ايادا اللهوي واحد من الشخصيات المهمة التي جاءت مع الاحتلال وبرزت مع بدايات الاحتلال وكان اول رئيس للوزراء بعد رحيل سيء الصيد بولي بريمر عندما رحل العراق في شهر حزيران 2004 عينه رئيس للوزراء وشارك في كل مؤتمرات المعارض حتى لم يشارك فيه واحد منها بشخصية لم يكن موجود في عام 2002 المؤتمر ما يسمى بالمعارضة العراقية في لندل لكن حضر عنه مندوب عنه الشيخلي وكانت حركتهم حركة الوفاق العراقي تسمى هكذا وحضر عنه صلاح الشيخلي وتحدث في وقت صلاح الشيخلي باللسان اياد علاوي قال احنا نشكر الولايات المتحدة الامريكية والآن هيأتنا فرصة في ان نذهب الى العراق ونسقط النظام وهكذا وتحدث عن شكر الكبير لادارة الرئيس الامريكي بوش الصغير في وقتها بقرارها بوجود تغيير النظام والشعب العراقي انتظرنا واحنا ذاهبين هكذا كان المهم اياد علاوي طبال هذه السنوات كان ينتقد العملية السياسية وهو فيها كثيرا وشخصية لا تعرف هل يتكلم جديا يعرف او لا يعرف يدري او لا يدري واشتهر بعبارة بعبارة كل اهل العراقي يعرفونها عندما يسأل عن شيء يقول لا ادري لا اعرف من يعرف من يدري لا ادري يعني الحقيقة المهم قبل ايام تحدث احد النواب السابقين في ما يسمى برلمان حديث هكذا في احدى الفضائيات وقال انه عام الفين واربع واربع وعشرين سيكون هناك رسقاط لهذا النظام سيستكل نظام حديث من هذه التي يحاولون ان يعني لهم غايات فيها الكثيرة نقول هكذا وسئل اياد علاوي في برنامج الاسبوع الماضي عن هذا الحديث سئل عن ما تحدث به هذا الشخص واذا به يتكلم كلام غريب عجيب حقيقة قال بالنص وسقرأ لكم يعني نص ما قاله اياد علاوي قال يعني قالوا انه هناك قوة يعني خارجية ستأتي وتغير النظام فقال اذا يعني اذا جدت قوة خارجية وغيرت النظام مرة اخرى فبئسة لهذه القوة الخارجية يعني كل مرة تغير النظام هاي واحد قال ومن هذه القوة سأساءل هو من هذه القوة هل هي ايران هل هي امريكا هل هي بريطانيا قال هذا السؤال مهم يجب أن نطرحها والحديث المهم يعني الجزء المهم في حديثه هو التالي قال يجب أن نقف بالنص قال يجب أن نقف ضد التدخلات الأجنبية لاحظوا اسمعوا معي يجب أن نقف ضد التدخلات الأجنبية الله أكبر ونتحد كعراقيين ضد التدخلات الأجنبية ونحل مشاكلنا بيننا لماذا نلجأ إلى التدخلات الأجنبية وقال عبارة مشهورة جدا وغريبة عجيبة وفيها مفارقة مضحكة مبكية يعني أنتوا في السروح قال في النهاية من سيلجأ للخارج يعني من سيلجأ واستعين بقوة خارجية لتغيير النظام في العراق سيكون عميلا لهذه الجهة الخارجية عمير رسمي مهما كانت هذه الجهة وقال نحن لسنا على علاقة بقوة الخارج ويجب أنه يعني من نقبل هذا الكلام طيب إذا كنتم تؤمنون بهذا القول فأنتم عملاء إذن رسمين أنت تقول من يكون من يلجأ للخارج سيكون عميلا لهذه الجهة الخارجية عمير رسمي إذن أنت وغيرك من الذين يحكمون العراق ومن العامل فيهم ثلاثة اللي حد الآن عملاء رسمين جاءت بكم أمريكا وجاءت بكم إيران قسم جاءت بهم إيران وقسم جاءت بهم أمريكا تخادمت إيران وأمريكا لتشكيل هذه هذه ما يسمى بهذه العملية السياسية النظام السياسي في العراق بهذه الطريقة المعيبة التي لا يوجد شبيهة الله في العالم مبنية على المحاصصات الطائفية والعرقية مبنية على الفساد والخراب والنهب والميليشيات والذبح والتفرقة الطائفية والاجتثاث والتغيير الديمغرافي والفساد والخراب والنهب وتمزيق العراق وسلب سيادته واستقلاله هذا الذي حصل إذن كلكم عملاء رسميين عملاء للأجال كيف يمكن الحديث الآن بهذه المفارقة الغريبة عجيبة عن الذين يغيرون مثل هذا النظام الفاسد الذي هو رقم واحد في الفساد عالميا طوال هذه السنوات لم يقدم شيء للعراقيين البلد لا دولة فيه لا دولة فيه يعني حقيقة العراق الآن لا دولة سيادته منتهكة استقلاله غير تام صراعات ميليشيات تحكمه قتل ذبح تهجير كفاءات قتل عشر ملايين عراقي خارج العراق مواردة هائلة مستولى عليها الشركات الأجنبية والدول الأجنبية وإيران تتغول فيه وشعبه جائع 12 مليون عراقي أكثر من 12 مليون تحت خط الفقر البطالة حسب حسب ما يقول يعني رئيس نقابات العمال في العراق 15 مليون عامل فقط عاطلين عن العمل بلد ممزق مدمر المخدرات انتهكته كل شيء منتهك به قتل ذبح يطلعون المواطنين يتظاهرون يضربوهم الرصاص وقتلوهم الميليشيات تقتالهم وصراعات سياسية والحكومة لا تشكل إلا بعد شهور ربما سنوات وهذه الانتخابات التي سميت انتخابات مبكرة من شهر العاشر السنة الماضية لحد الآن لم تشكل الحكومة لا يستطيعون تشكل الحكومة وصراعاتهم مستمرة إذن أنتم جميعا عملاء هذا الكلام لماذا استعانيتوا بالأجنبي إذا كنتم ترون هذه الأمور بهذا الشكل لماذا وقفتم مع الأجنبي وقبلتم له وقلتم للأجنبي تعال ادخلوا إلى العراق وسيستقبلونك بالورود لماذا وقفتم مع الأجنبي في حرب المقاومة في حرب المقاومة الشريفة العراقية التي قاومت الاحتلال هذا كلام غير منطقي وغير طبيعي ولا يكون قبوله والشعب العراقي الآن يعني لاكرته ممثقوبة لكي تضحكوا عليه بهذا الكلام هذا كلام معيب غالبيتهم يريدون أن يصنعوا لنفسهم مجدا وطنيا يعني من الهواء القضية أنتم عملاء الكل يعرفكم أنتم عملاء وأنتم يعني أجراء عند الأجنبي فكيف تتحدثون بهذه الطريقة لتمسحوا عمالتكم وتقولوا نحن قوى وطنية وجئنا هذا النظام لا يمكن الحفاظ عليه لا يمكن أساسا الدفاع عنه عيب عيب على إنسان يقول أنا وطني ولا أستعين بالخارج ودافع عن نظام بهذا الشكل نظام يقتل شعبة يسرق شعبة ينتهك شعبة يأتي بالأجنبي لكي يتغول عليه يأتي بإيران تتغول عليه الميليشيات تحكمه هذا واقع الحال ففي التالي إعاد علاوي يعترف بلسانه من لسانك أدينك يعترف بلسانه أنه مجموعة من العملاء مجموعة من الأجراء وهذه عمليتهم السياسية عملية خربة ومن المعيب ومن المعيب على الشعب العراقي أن يحترم هؤلاء أو أن يقبل بحكومة شكل منهم هذا واقع الحال وبالتالي حديث إعاد علاوي يوضح ما هو مفضوح الحقيقة يعني الشعب العراقي يدري هذه القضية لكن نتحدث بها إعاد علاوي بهذه الطريقة ويريد أن يصبغ نفسه بصفة وطنية هذه غير مقبولة ومعيبة هذه أنتم جميعا جئتم مع الاحتلال وباركتم للاحتلال وقفتم معه ومجدتم به واعتبرتمه قوات تحرير الآن إلى ما استعان الشعب العراقي إذا فرضا وهو شعب العراقي هو الممكن إليه أن يحرر نفسه لا يستعين بقوة خارجية ولن يستعين بقوة خارجية الشعب العراقي هو ما سيحرر نفسه لكن على فرض أنه أي قوة تستعين بقوة خارجية فهي عميلة وهي إذن أنتم أيضا عملاء لأنكم استعنتم بالأجنبي وجئتم به ليدمر البلد ويدمر العراق هذا واقع الحال وهذا الكلام مردود عليكم ولا يمكن القبول به أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستردعكم بالله والسلام عليكم